لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله هذا الاستفتاء يتعلق بتعديل الدستور الذي لجأ اليه الرئيس عبد المجيد تبون في اطار الوعود التي اطلقها في حملته الانتخابية لرئاسيات 12 ديسمبر 2019 وايضا ما رافق بعد ذلك وبعد تنصيبه كرئيس للجمهورية وما الى ذلك حيث انه اطلق الكثير من الوعود فيما يخص الدستور اجدد التزامي بذلك خلال الاشهر الاولى ان لم اقول الاسابع الاولى بما يحقق مطالب الشعب المعبر عنها في الحراك دستور يجدد العهد الرئاسي مرة واحدة فقط ويقلس من صلاحيات رئيس الجمهورية دستور يحصن الجزائر من السقوط في الحكم الفردي ويحقق الفصل الحقيقي بين السلطات ويخلق التوازن بينها دستور يحدد حصانة الاشخاص ولا يمنح للفاسد اي حصانة في الملاحقة القضائية دستور يحمل حرية الفردية والجماعية وحقوق الانسان وحرية الاعلام وحق التظاهر هذا الدستور اطلق عليه او اطلق عليه الكثيرون دستور بوتفليقة لماذا؟ اولا من حيث المبدأ بوتفليقة لا يملك دستور خاص به فنحن نعلم ان التعديلات الدستورية كل رئيس يجي يدخل تعديلات دستورية المادة الوحيدة التي تعتبر مادة لبوتفليقة هي المادة الرابعة التي تم دسترة ما سميت التمازيغث كلغة رسمية وطنية زروال ايضا في دستوره استحدث ايضا لما قد خلت تعديلات في الدستور ال96 استحدث ايضا ما سمي انذاك مجلس الامة فسميت ذلك الامر انها تلك المادة مادة اليمين زروال المهم ما شينا في هذا الاطار امر اخر امر الاول ليخلي هذا هذا ما هو الا استمرار دستوري لما كان عليه الامر عند بوتفليقة بوتفليقة كان مع العهدات كانت مغلقة وبعد زاد فتحها واراد ايضا الحد منها وقد تم اطلاق هذه الوعود وحيث ان الكثير مما تم اطلاقه في نهاية حكم بوتفليقة تجسده في هذا الدستور المواد التي يمكن انها تكون منسوبة الى الرئيس تبون لانه كل رئيس يحب يحب يخلي بصمته الرئيس تبون موجود المادة هذه التي تسمح الجيش تحرر من منع العمل خارج اطار الحدود الجزائرية المهم والاهم في الموضوع ان الناس تطلق على هذا الدستور دستور بوتفليقة لانه هناك الكثير من البصمات تخليه دستور بوتفليقة الاول انه احمد العرابة احمد العرابة الذي استدعى من قبل والتقى من قبل وقدم اقتراحات للاحمد او يحيا فيما يخص المراجعة الدستورية وما الى ذلك هو نفسه الذي اشرف على اعداد هذه المسودة الدستورية وتقول المصادر ان المقترحات التي قدمها الى او يحيا من قبل هي التي كانت جاهزة ولم يتم الا ادخال بعض البهارات المتمثلة في دسترة الحراك الشعبي وما الى ذلك اذا المحتوى تقريبا هو نفسه معداء بعض الاجراءات الخفيفة ايضا الذي صادق صادق البرلمان الذي صادق على هذا الدستور هو برلمان بوتفليقة وهو برلمان الرشوة وبرلمان المحسوبية وبرلمان الفساد بمعضل اعلى الكلمة فان يصادق برلمان برلمان عصابة ببعض الكلمة على دستور عهد جديد وجمهورية جديدة كما يقول الرئيس عبد المجد تبون اعتقد بانه ستبقى بصمة بوتفليقة الى ان يأتي رئيس اخر ويعدل الدستور هذا مؤكد جدا وهذا شرف من المفروض لا يمنح لهذا البرلمان ولا يمنح لبوتفليقة الذي افسد في البلاد الجزائريون ينتظرون محاكمة بوتفليقة حتى لو كان على فرش الموت ويحاكم رمزيا حتى اذا مقدرش الاطباء قالوا انه لا يستطيع الذهاب الى المحكمة المحكمة او وضعه في السجن خليه في حيث ما كان ويحاكم يحاكم على تلك الجرائم لانه كل ما حدث حدث تحت اعيني وهو الذي مكن هذه العصابة ومكن شقيقه من الهيمنة على الدولة الجزائريون كانوا ينتظروا محاكمة بوتفليقة الفساد الذي يتجرى في البلاد لا يمكن ابدا انه ما تحاكمش رأس النظام لا يمكن ابدا البلد اللي مليارات نهبت دمرت اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا ايا البلد دخلت في كارثة حقيقية النهب الذي حدث في البلاد لم يحدث في تاريخ الدول اكثر فسادا على وجه العرض ورغم ذلك ما زال انك تريد ان تكرمه البرلمان انتعه هو اللي صادق المادة اللي يدخلها بطريقة غير قانونية وعبر برلمان ايضا فاسد ومرتأه وبرلمان رشوة تريد ان يبقى هذا البرلمان هو الذي ايضا ينال شرف المصادقة على دستور الجمهورية الجديدة التي بدأت بحراك شعبي اسقط منظومة العصر طريقة ايضا الاستفتاء والطريقة التي يجري بها عرض الدستور والاستفتاء هي طريقة بتفليقية تماما يعني ان حطى النظام القائم لم يبدع شيء جديد على الاقل في التعامل حتى يحس الجزائريون ان الوضع تغير لم يتغير الاسليم انت تقول لي انني سأدخل عهد جديد وادخل طريقة جديدة وفي نفس الممارسات هذا الذي يرى اما ما هي نوايا الرئيس فانا لا اعلم لان كل المعطيات هذه تقول اذا كان الرئيس هذا ما عنده فهي كارثة حقيقية معنى هالجزائر لم تدخل عهد جديد وان الرئيس ما هو الا استمرار لحكم بتفليقة اذا كان هذا الذي يجري الرئيس مقتنع به هذا الذي عنده اما اذا كان الرئيس يقصد نوايا اخرى خل الوضع على ما هو عليه حتى يتحرر من تلك المادة المسمومة وهي المادة الرابعة فهذا شأن اخر ننتظر يوم الاستفتاء ونتائجه وما ستسفر عليه المرحلة ما بعد اول نوفمبر اذا من حيث المبدأ انه نقول انه هذا الدستور كانت تعده العصابة وادخلت عليه بعض البهارات فقط لانه لم يحدث اي تغيير هل سيصوت الجزائريون بنعم من خلال شبكات التواصل الاجتماعي والصفحات التي كانت صفحات اصلا مؤيدة الى هذا المساء كلها تروج تروج الى رفض هذا الدستور واغلبيتها الساحقة تقول انه دستور بوتفليقة وانه فيها المادة المسمومة التي وضعها بوتفليقة هذه المادة التي تدرج لغة رسمية غير موجودة لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله